الإنسان الجديد نفس النوع لكن الكلمة المستخدمة في هذا المكان بيتكلم عن جديد من ناحية النوع يعني شو اللي عمله الرسول بولوس من خلال كلمة الله من خلال الإنجيل يعني جمع اليهودي والأممي وصنع منهم الرب بيصنع منهم معا إنسانا جديد من نوع واحد يعني زي جاب عمل خلطة ومن هاي الخلطة كون إنسان جديد من نوع جديد ينتج شخص جديد فهاي الكلمة اللي بتعني هون يعني بكلمات أخرى إنه اليهود لم يصبحوا أمم والأمم لم يصبحوا يهود لكن اتنين مع بعض اللي آمنوا في المسيح أصبحوا شخص جديد من نوعية جديدة إنسان جديد كما يقول الكتاب المقدس وهذا بيتكلم عن وحدة جميلة جدا بهذه الوحدة طبعا بتزول وتمحى العنصرية بتعرف الناس كتير بتضوع أوقاتها على هذه الموضيع لكن الوحدة اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس هي مصنوعة من الله بعمل الروح القدس بقوة الإنجيل اللي بتوحد هذه الناس فصار فيه نوع جديد اللي محت هذه العنصرية وصار الحق يعني لليهودي والأمم الحق لهم إنه يتقدموا إلى الله